موسيقى المؤدبة اللي بيحبوا بعضهم وبيحبوا الناس الأصول دية جيد جدا عنها القيم والأشخاص دول مرتبطين بأحياء القاهرة التاريخية الفاطمية أكيد لأن إحنا إيه يعني كل من عاش في شرع المعز أو من موليد أهل الجمالية بيبقى واخر الفصيلة حتى بيقولك من عاش للأون 40 يوم بأسار منهم إيه حكاياتك عن شرع المعز وحكايات جدودك عنه؟ الجودي كانوا قاعدين في ربع ربع بتواصل شرع المعز كله في حي الجمالية كانت معمولة أسارات معمولة رعبة فيها ناس ساكنة فيها إحنا تربينا جوه أسار يعني حضارة جوه حضارة اتربيت جوه أسار وحضارة أسر ده عليك إزاي؟ أسر علي أن أنا خلاني أحب السياحة بعد كده يعني أول ما استغلت بمجال استغلت بمجال السياحة حبيت إن أنا أعمل هنا عندي القاوة عملتها إيه؟ بطريق الفاطمة النوج شكل قديم نفسي شرع المعز الأربسك والأجرة القديمة والدول قديم فلاقيت الفول جامد من السياحة من الأجانب بيجوا عادوا عليهم من مبهورين ومبسوطين الأجانب بقى أنا مبسوط إيه قيمة الأطار الموجودة في شرع المعز وفي الجمالية كلها؟ عند ناسها؟ عندنا هي حضارة الحضارة دي معمولة على حجارة فلازم الحفاظ عليها الحفاظ عليها لإن إيه؟ بتورينا جسد إحنا ما في الناس نشوفه ما تكون حي من أول حياة في مصر يبقى هي الطوبة الأجيمة الطوبة الأجيمة فيها عرق الناس الأدام فبنتطر إن إحنا بنعيش على جواب لإن هي سنسلة الكبير بيقول للصغير والصغير بيقول اللي بعده وهي سنسلة ماشية وأنا في الشارع ما كنتش عايزة روح البشر والحجر هنا عندهم ألف حكاية وحكاية موسيقى